معرض جيمرز كونت جدا يرجع لكم من جديد من 12 سبتمبر إلى 15 سبتمبر تعالوا هناك وجربوا أفضل ألعاب كل المعلومات رح تلقونا تحت في الديسكريبشن هلو الله فيكم بقصص ألعاب مريبة وكالعادة قبل ما أبدأ القصة اللي بيخاف يوقف فيديو ولا يكمل معي وثاني شي لا تنسون تلطون زر اللايك وأيضا شاركونا الفيديو مع اللي تحبونه عشان يخاف معاكم أو إذا بغيت تخوفون أحد والحين خلونا نبدأ أول قصة رب معنا هي تيلز دول أو دمية تيلز لعبة سونيك آر نزلت على الجهاز السيجا ساتن في عام 1997 اللعبة عبارة عن سباق بين شخصيات سونيك لكن في شخصية سرية اسمها تيلز دول أو دمية تيلز وهي الشخصية الشريرة من تيلز ويفترض أنها رجل آلي مصنوعة بطريقة مشابهة مثل سونيك لكنها دمية قصتنا عن أب حاب يهدي ولده لعبة واشترى لعبة سونيك آر كهدية أخذ ابنه بكل حماس ولعب مع أبوه طوال اليوم في اللعبة وقضى وقت ممتع بعدها بعدة أيام الأبن قرب يخلص من اللعبة وكان أبوه جنبه وقت ما هزم البوس الأخير وكان مبتسل وسأل ابنه عجبتك اللعبة؟ في نفس الوقت طلعت شاشة النهاية وفجأة الأب سأل ابنه إيش هذا؟ بكل استغراب الأبن اكتفى بالجواب وقال تيلز دول بعدين لو بقال لابنه جاء وقت النوم لكن الأب جاء حالة فضول وحاب يجرب اللعبة راح لأغرفة ابنه في الليل وشغل التلفزيون بكل هدوء وشغل اللعبة ولاحظ عندها الآن خيار أنه يلعب بشخصية تيلز دول وراح واختارها عشان يجربها يقول اللعبة كانت ممتعة بالشخصية وهي سابق ويفوز على باقي الشخصيات لكن الوضع تغير لما صار سونيك موجود ضمن المتسابقين فجأة الشاشة صارت سودة وانطفى الجهاز استغرب الأب من اللي صار لكن الوقت تأخر اضطرنا يطلع مغرفة ابنه ويتج لغرفة النوم يقول بالضغط في الساعة ثمتين الصباح سمع صوت عدة ضربات على باب الغرفة يقول لها ملتفت وافترض أنه كان ابنه محتاج شي راح صرخ عليه وقال له وقف ضرب على الباب وروح نم يقول أن الضرب استمر لفترة وبعدها لاحظ ظل من تحت الباب فجأة تذكر دمية يقول لها ما راحت من بالها أول ما شافها قامل السرير وراح يفتح الباب بكل بطء سمع الصوت خفيف يقول له يعني أنت تجي معي إلى الأبد شاف دمية تلز المرعبة مغطية بدماء ومسكونة وبدت دمية تضرب أصابع قدامه وكان الأب يصرخ حتى زوجته صحت من النوم واتصت بالشرطة وقبل وصول الشرطة الدمية تركته وقالت أخذت اللي احتاجه الآن وراح أرجع لك في ليلة ثانية واختفت بشكل غريب من يومها الأب يخاف أنه ينام في الليل وليومنا هذا وهو مرعوب وصار ينام ستة الصباح ويقوم ساعة ثمانية الصباح وحسب كلام الناس أو تجارب البعض في طريقة عشان تستدعي الدمية وهي أول شيء تروح للحمام الله يكرمكم بعد الساعة عشر المساء بدون أي إضاءة بعدين اتشغل أغنية Can you feel the sunshine بالمعكوس وبعدها أغنية Living in the city بالمعكوس بعد وانتظر خمس دقائق لو سويتها بالطريقة الصحيحة راح تشوف جوهرة حمراء بالمرأة معناتها الدمية وصلت وراح تقرب منك قصتنا الثانية اسمها Hero Prime صاحب الحادث يقول بدأت في عالم جديد في لعبة مينكرافت وكل شيء كان طبيعي ومثل ما توقعته بدأ يقص الشجر ويجمع المواد ولاحظ في شيء يمشي وسط الضباب من مسافة بعيدة في البداية كان عيد خضلناها بقرة وقرب منها لكن طلعت شخصية ثانية مشابه لللاعب الأصلي اللي لعبة مينكرافت لكن بعيون فارغة وبيضة وبدون أي اسم كان يعتقد أنه يلعب في طور متعدد اللاعبين لكن اتضح أنه ما كان يلعب أونلاين يقول ما أخذ الوقت الموضوع طويل كان ينظرني بشكل مباشر وفجأة راح يركض وسط الضباب الحكم باب الفضول لكن نختفى بعد ما اختفى يقول كان محتار هل هو شخصية لعب ثاني أو خطأ في اللعبة لكن كمل اللعب وكل ما تقدم بالخريطة كان يراحظ أمور غريبة مثل أشكال أهرامات صغيرة مبنية من رمل في البحر أو أنفاق صغيرة وكان دائما يلمح هذه الشخصية في الضباب لكن ما يقدر يقرب أو ياخذ نظرة أفضل وراح يستفسر بالمثاديات يبي يشوف أي أحد شاف هذه الشخصية أو تكلم عنها وما شاف أي شيء يقول فتحت موضوع خاص فيني وكتبت لي الصالي عشان شوف إذا فيه أحد صالة أو قابل نفسها الشخصية بعد خمس آيات بالضبط من نزول الموضوع تم حذفه كذب موضوع مرة ثانية وثالثة وكل مرة يتم حذفه بشكل أسرع بعدها وصلت لها الرسالة على الخاص من شخص اسمه هيرو برايم يقول فيها ستاق وقف حاول أنه يشوف من هذا ولما ضغط على اسمه طلعت لها صفحة إيرور 404 يعني الصفحة مش موجودة وبفترة قصيرة وصل لها إيميل من شخص ثاني يذكر فيه أن الإيميل أمن من المنتدى وأن المنتدى مراقب وأنه شاف الشخصية الغريبة في ماينكرافت وعندها دليل كامل بعدد الأشخاص اللي قابلوا هذا الشخص في اللعبة مر شهر كامل بدون أي معلومة جديدة عن الشخصية الغامضة وبعد بحث كثير وجمع علومات حصل أن الاسم هيرو براين يخص لاعب سويدي وبعد التدقيق تبين أنه أخ لمطور اللعبة ماركس بيرسن أو المعروف بيناتش أرسل إيميل شخصي لمطور اللعبة يسأل لو كان عنده أخ ورد عليه بعد مدة برسالة قصيرة يقول فيها I did but he's no longer with us كان عندي أخو لكن ما هو معناه حاليا يعني توفى من بعدها ما واجه ولا شف أي شخص يخص هذه الشخصية الغامضة وأشهر نظرياتها الخاصة بالشخصية أنها الشبح لأخ مطور اللعبة أو جني أخو وهذه كنالة قصصنا حقتها هذه الأسبوع قلوا لنا هل عجبتكم ولا لا وأيضا إذا تابون قصص أكثر رعب من هذا قلوا لي ياهل أنا قاعد أرفع لكم شوي شوي المستوى حق القصص الرعبة بيشوف تقبلكم وين يوصل عندي قصص كثيرة جدا يعني مستعد فعلا أرفع الليفل أو أرفع المستوى بس أنتم عطوني الأوكي وما عليكم ويعطيكم العافية المتابعة كما كفاء دشيحة ولا تنسون اللايك والاشتراك مع سلام